السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فامي ليليو ان شاء الله داشترك معكم صفة مرافقة ببلداند معمر بالفواكه المجففة نتمنى ان شاء الله يعجبكم سبق لي نزلت صفة المدفونة نخليكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو وتفضلوا معي باش شوفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركتي الله اول حاجة غدا نستعمل هنا عندي اه ثلاثة ديال الحبات ديال اعقلة اه هنا عندي بسي بسا وزع فران شعره الفلفل الابيض غنطحن هدى التوابيل هنا عندي اه بدرة اللوز اختيت منها معلقة شوية ديال القرفة غيشي شوية ماشي بزاف باش متكحلش لنا اه التوابيل وهنا الملح كي بقى على حسب الضوق معلقة ديال الكوركم اللي هو الخرقوم البلدي والتوابيل اللي اللي تحنت من بعد غدا نضيف هنا يا عندي اه الخل تفاح لي ممكن عوضوه بالحامض نعندي التوما والزنجبيل مطحونين اه استعمل تغي اه فصين ديال التوم صغارين بما ان الحشو غدا تكون ما بين المال حلو حلو اه من الاحسن ما نكتروش التوما بزاف كلي ما كي ضيف هاش بالمرة مانا كان ضروري ضروري دجاج ولا داند كنضيف هاليوم هنا عندي تقريبا كيلو ديال 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 لداند شرائح ديال لداند غدا يعني ممكن تستعملوا شرائح ديال الدجاج احتهما كن نضربهم هاكدا باش كيرقاقوا مزيان وحت كيرطابوا حتى الارطوبية هاد تضرب هاد طريقة باش كنضربهم هاكدا كتجعلهم يكونوا حتى رطبين سافي احتا غنكمل كمية ديال كاملة اللي عندي ديال شرائح داند هنا جبت التواب اللي حضرت من قبل غناخد الماء ديال الاناناس ولما كانش عندكم الاناناس معلب يعني ممكن تحنو شوية ديال الاناناس ونعصرو ناخدو العصير ديالو باش كننكهو هاد هاد لداند سافي غدا نشرمل هاد شرائح اللي وجدتهم كاملين من قبل ديال داند وغدا نخليهم يرتاحو يعني الوقت اللي متوفر ليكم يعني ممكن نخليوه من ساعة حتى لساعتين حتى كيشربو توابيل كاملة من الاحسن ما نضيفوش مادة دهنية حتى المنبعد يعني حتى كنبغون طيبوهم عاد كنندهنوهم هنا جبت تمر زبيب شوية ديال مشماش شوية ديال شريحة ومعلقة كبيرة ديال الزبدة هاد يعني الفواكه المجففة تختاروها على حسب الضوقة ديالكم غدا نخليهم اتشحروا شوية وغدا نضيف لهم شوية ديال القرفة شوية مشي بزاف وممكن انكم تضيفو حتى الماء الزهر حتى هو اللي غا نضيفو ذابه شوية بشوية حتى كتشحر لي هاد المقيلة كاملة وكنخلي علاجين بغيش شوية مشي بزاف شي خمسات بقيق من بعد مرتاحوا لي شوية شرائح ديال الداند دا باجبتهم وغدا نعمروا بالفواكه المجففة اللي كنخليها تبرد من قبل يعني ضروري تبرد قبل ما نعمروا بيها وهنا غدا نضيف مكسرات يعني اللي بغيتو اللي متوفره ليكم انا اضفت هنا شوية ديال النوازات شوية ديال شوية ديال كوكاو وشوية ديال اللوز انتو ما ممكن ضيفو غي كوكاو بحضو حتى هو كيجي اللوز بحضو حتى هو كيجي النوازات خلاص كيجي لديد لديد بزاف هاد في هاد الحشوة هادي غيو ما يكونوا محمرين شوية انا كنحمرهم دائما في الفرن الساخن كيكون درجة ديال حرارة ديالو مئة وخمسين باش ما يتحرقوش سوف يغضلو يوم كيف ما كتشوفو معايا لهاد الشكل ومن بعد يعني ممكن ان انا نسدهم اما بالكوردون اما بالخيط الخاص بالمطبخ انا فضلت نسدهم هاكدا هاد المرة ماشي مرات كنسدهم غيب الكوردون بالنسبة للبنات اللي خافوا انهم يتحلوا اليوم من الاحسن من احسن نسدهم هاكدا بالخيط احسن كن نديروهم اي طيبو كنت هنا وحتى كن بغوو ننقطعوهم وكنقطعو هاداك الخيط كيف ما كتشوفو معايا طريقة باش كنا نخيطهم هاكدا غيبية ونخليكم مع الصور اشتركوا في القناة من بعد ما كملت شرائح ديال تاند اللي كانت عندي كاملة احنا جبت معلقة ديال العسل وشوية ديال زبدة وغاد اندهن هاد شرائح كاملة مزيان انتو ما بلاش ما تكون يعني دايبة الزبدة ماشي مشكل غايك نحطها من الفوق ومن بعد مني غاد دخل الفران غادي الدوب ان شاء الله اه وبالنسبة للعسل وخا غنضيفو دبا المرة الاولى ماشي مشكل لان الشرائح حقيقة بزاف ما كتاخدش بزاف ديال وقت في الطهي يعني كتاخد اه تقريبا اه خمستاشر دقيقة بكل شي يعني كن اه غندها دبا كاملة غدا نغطيها بالورق طهي في الاول يعني كنكون سخنة الفرن من قبل الدرجة ديال الحرارة ديال وتكون ميتين وكنغطي يعني هاد شرائح في الاول قبل ما يعني في الاول صافي وكن اه اه من مني كتذوذ عشرات ديال دقايق كنزول الورق الطهي باش كنخليهم نخليهم يتحمروا واحد شوية يعني خمسة دقايق بالمجموع يعني خمستاشر دقيقة اللي كتاخد لنا تماما يعني بالضبط الدرجة ديال الحرارات تكون ميتين وكيوجدو وهنا عندي المكسرات يعني كتختاروا اللي بغيتوا اللي غدا نستعملوا من شاء الله في السفة السفة اللي كنت وريت من قبل الطريقة ديالها غدا نخلي لكم ان شاء الله الرابطة ديال المدفونة هنا غدا نعسل دوائر ديال الاناناس اللي غدا نرافق بهم هاد السفة وكتبقى هادي غي اختيارية يعني ممكن نعودو الاناناس بالبعويد الاجاس هنستعملت غي معلقة ديال السكر الاسمار ومعلقة ديال الزبدة كنخليهم غي غي دوبو يعني من نخص درجة ديال الحرارة تكون نقصة بزيف باش ما يتحقش هي الكغامل يعني ضروري من نقصوا مزيان درجة ديال الحرارة صافي كنشحرهم كيف ما كتشوفوا معي غي شي شوية مشي بزيف صافي ها هوا ماء وجدو يعني إلا بغيتو ممكن نضيفوا ماء الزهر إلا بغيتو أنا فضلت غي نكهة دياله دك السكر الاسمار كتجي لديدة بزيف صافي هنا جبت صفة لمفورة موجودة يعني مدهونة بالزبدة ادهنتها بمجرد ما طابت ادهنتها بالزبدة وقرشيتها كذلك بماء ديال الاناناس كيجي لديد لديد فيها بزيف يعني الزبدة والاناناس الماء ديال الاناناس يعني اللي كانت صفيهم زيان ختيكون غي الماء صافي هنا ضفت لها شوية ديال البودرة ديال اللوز اختارتها بيضاغي باش ما تتبانش ولا بغيتو تديروها يعني محمرة مش مشكل هنا جبت الغيطاء ديال ديال طاجين اللي دهنتو بالزبدة صافي هو لغدا نقدم فيه كان لهادي هدية تاني مرة ولا تالت مرة ونقدم بنفس طريقة الصفة لانا نقدمها بطرق اخرى ولكن اللي كتعجب بزاف هي هاد طريقة ديال الطاجين وماشاء الله بزاف ديال اخوات جربوها وصفتو لي تطبيقات ديالهم كنشكرون بزاف صافي كش ما كتشوفوا معايا يعني كيف ماء المدفونة اللي شاف الفيديو من قبل يعني كنبقى نشكل طبقات وهاد السفة باش كتجي زوينة بزاف لانا فيها المكسرات اه 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 او كنضيف واحد الكمية كبيرة ديال المكسرات داكشي باش كتجينا كتجي لديده بزاف ممكين اه مكسرات يعني ممكين نستعمل غي الكوكاو احت اهوكي جي مزيان ولا اللوز يعني على حسب آآ المتوفر عندكم نوازات احت اهوكي جي ازوين ايلا كانت توفر صافي كيف ما كتشوفوا معايا غا نستمر بنفس الطريقة خلية المراحل كلها حاولت نصرع شوية باش ما يجيكمش طويل بزا في الفيديو باش نبدل شوية ما استعملش هاد المرة رقائق ديال اللوت اللي هما اللي كيعطوا حد المنظر صراحة زوين بزا في كتار من هاد المكسرات مرات شنو كندير كنضيف هاد المكسرات فلوز و الرقائق ديال اللوت كنضيفهم غف الجناب باش كيعطون هاد هاك المنظر زوين وكيفما كتشوفوا معايا غنستمر بنفس الطريقة احتغدا عمر الطاجين دياليم زيان يعني حتى الاخير تاكي عمر ومن بعد موجدات دبا جبت التبصيل يعني تبصيل هذا التبصيل هذا اللي استعملت كبير بزاف لان انا غير لان انا غدا نضيف مازال لادان تحت هو سافي وكنقلب طاجين كنزول غيطاء اكي تزول بسهولة يعني بما انا ندهن الطاجين بالزبداء ماشي مشكل كنين بعد الاخوز كيكتبو لي اياه كيخافو لا تلصق ليهم في الطاجين ما عليكم الا الدهنو مزيان الطاجين بالزبداء ولا تستعملوا الفيلم اليمونتر ان شاء الله كتنزل يعني بسهولة سافيدة بغدا نجيب الدوائر ديال انا ناس حطيت واحدة من الفوق ونزلت اه في الاول كنت انا خليت الفيديو بشتوفو كنت بغا ننزلهم هاكده في الجناب اه هي اللي بغيتو من لسقو كنضيفو غيشوية ديال العسل والعسل اللي راكي يلصق اه يعني هاد الدوائر غيا اكي يغطي لنا هاداك المنظر ديال ديال السفة داك شي باش في الاخير يعني بدلت رأيي وهبطهم التحت باش ميبقاش باش يبقى المنظر ديال السفة باين سافي يعني استفت فيها الشرائح اللي كانوا عندي كاملين ديال الاناناس وهنا غدا نزل داند اللي صافي وجد طعب وقطعته هاكده دوائر كيف ما كتشوفو معي كيجي المنظر ديالهم زوين حتى الماداك كيجي زوين وبما اننا كنحتارمو يعني الوقت ديال الطهي ديالهم ما كيجوش ناشفين حتى بعد المرات كقدروا يجوكم ناشفين الى طيبتهم بزاف وبما اننا ما كنطيبو مش يعني كنحسبو ليهم الذي حتى يجوكم الوقت تاكرده معاول البل ما كيجوش ناشفين كيجو رطبيين وهنا هدو هدوه هدوك المقلى اللي كانت وزء ووجدت ديال فواكه جفة��고 وهنا زين تعالي شوية بال الاستاش جوية بالبستاش و كيف ما قلت من قبل يعني ممكن انكم اذوك تزينوها بالكوكاو لاوز اضافة رقائق اللوز باش زينت بها شوية و سوف نستمر بنفس الطريقة كما تشوف معي سوف نستمر بنفس الطريقة كما تشوف معي سوف نكمل الطبق كامل هذا هو الشكل النهائي سوف نستمر بنفس الطبق كامل من الانانس سوف نسقي به من الفوق يعني هذي كتبقى مشألة شخصية على حسب الضغط لكم لو بغيتو تضيفوها ممكن تضيفوها سوف نستمر بلاش سوف يوجد الطبق دينا دبا نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم نتمنى ان شاء الله يكون هذي اللي التغيير يعني باش نبدله شوية السفاء دينا العادية اللي كل شي كتعجبو إلا بغيتو يعني أطباق أخرى بنفس الطريقة ان شاء الله هذ الفيديو إلى يعني لن نال الإعجاب ديال ديال المشتركات ان شاء الله نحاول نزلكم مرة مرة اطباق ديال العراضات والمناسبات وكن نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة